موسيقى واتشرف بوجودي مع الحمد لله حاتم منور الدنيا بالنورك يا كيمو انا بسوط ان انا معاك شرف كبير شرف كبير لنا النهاردة ليه انا اصلا زبانينا النهاردة اقولي يا احمد هايجي بالشياكة عفوا ان حاتم هايجي بالشياكة كبيرة قوي وزي ما توقع يا كيمو انا بتعلم منك حبيبي هايجي منور الدنيا طيب كابتال احمد ايه اصلا نادي توتا عن خامون يعني عشان قبل ما اخش بقى تفاصيل الكرة النسائية والنجاحات اللي الحمد لله وانتخابنا الوطني بيعملها في الفترة الاخيرة بس عايزة اعرف نادي توتا عن خامون عشان اعرف شوية كواليس لطيفة كده بس حرفت هو الحقيقة نادي توتا عن خامون ده نادي اتأسس سنة عشرين تسعتاشر او عشرين عشرين تم الاستحواز عليها عن طريق مجموعة ترايت تو دريم اللي بيملكها رجل اعمال المصري مستر محمد منصور ودي مجموعة كبيرة من الاندية فيه في غانا وفتحنا في مصر اكاديمية رايت تو دريم واستحوز على نادي توت وهو طبعا فيه استحواز على نادي نورشلاند اللي في الدنورك طبعا وعندنا مركز في امريكا متخصص في سفر اللعيبة اللي بيدرسوا ويلعبوا في امريكا وبعدين بعد كده يتعمل لهم درافت للاملس هاي فالنادي توت هو ضمن مجموعة رايت تو دريم اللي بيملكها رجل اعمال المصري اللي هو دخل باستثمار 30 مليون يورو في مصر هاي لتطوير الناشئ المصري وتجهيزه لعندنا منتج عالمي يقدر يلعب في احسن اندية العالم رايت تو دريم عشان بس بذكر الملف ده من بدل من ام بره قبل ما ييجو مصري هاي لهم نجاحات عظيمة جدا كاكاديمية رايت تو دريم في غانا وفي دنمارك بس اقول للناس كمان واستاذ المشاهدين ان رايت تو دريم الاكاديمية دي كان لها اربع لعبين من المنتخب الغاني موجودين في كاس العالم الاخير نفس الامر في المنتخب الدنماركي تلعوا من هذه الاكاديمية منهم الاسم اللي حراركم ممكن تبقى فينو كويس قوي محمد كدوس لاعب فريق ايكس الهولندي ونجم المنتخب الغاني طالع من هذه الاكاديمية معلومات صحيحة؟ معلومات صحيحة مظبوط مظبوط الاكاديمية دي جات في مصر مؤخرا مظبوط ايه 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 احنا اخدنا الحقيقة يعني المؤسسة بتعمل في بدية في 16 فدان هاي بتعملوا على احدى استراز يبقى نادي عالمي هاي عندنا 3 ملاعب وعندنا فندق رياضي ها وعندنا مدرسة ها الولاد اللي موجودين عندنا احنا مفيش اللعبة بمقابل يعني مش بمفهوم الاكاديميات الخاصة ايه انتنا ما بتاخدش مقابل كاكاديمية ما بتاخدش مقابل لا احنا بنختار الكفاءات ها وعندنا نظام كامل في الاكاديمية خاصة بالتعليم وعندنا قسم خاص بالرعاية والقسم الخاص بالفوتبول بالكورة الهدف هو تجهيز المجموعة التالنت اللي موجودة في مصر دي لانها تقدر بعد كده تبقى زي محمد قدوس هاي ونقدر يبقى عندنا مئة لعيب في خلال السبعة تمانسين الجيين دول بلعبوا محترفين برة ويقدروا يفيدوا البلد يفيدوا منتخب مصر ويفيدوا أهلهم ويفيدوا السيستم بشكل اقول الله رأيك حاجة انا متفايل جدا بالاكاديمية بس هنشتغل عليها الفترة اللي جاية ونحاول نفتح لها مساحة اكتر في البرنامج ونكمل دلوقتي في ملف الكورة النسائية عشان هو ملف مهم جدا والتطور اللي بيحصل فيها حاتم التطور اصبح ملحوظ يعني من وقت قريب مش من وقت بعيد يعني ما كانش حد يعرف حاجة عن الكورة النسائية ما كانش فيه منتخب جايد للكورة النسائية حتى الاندية كانت قليلة اللي بتلعب كورة النسائية في مصر حصل الاندية كتير بقى عندها كورة النسائية منتخب تحسن او بدأ يتطور بشكل كبير والامور مشت بشكل جيد الفترة الاخيرة منتخب مصر الفترة الاخيرة دي بدأ يبقى على الترك الصحيح او على الطريق الصحيح يمكن قبل كده يمكن ده ناس كتير قوي ما تعرفوش ان احنا منتخب مصر من 2016 لأ 2020 ما عندناش منتخب مصر كان بتجمد ما فيش منتخب مصر بتدينا نرجع 20-20 كان كابتن احمد رمضان متوالي المسئولية في التوقيت ده بتدينا نلعب متشاط وديع عشان نرجع للتصنيف انت لازم تلعب متشاط وديع عشان تخش التصنيف احنا فين موجودين فين في التصنيف احنا ما كناش موجودين في التصنيف فترة الاخيرة بتدينا نخش في التصنيف بدأنا من المركز السبعة وتسعين السنة اللي فاتت احنا قدرنا نقفل 6 مراكز في سيزون واحد او في سنة واحد ازاي بيتم حساب التصنيف لازم على الاقل تلعب 6 مباريات في غطون 18 شهر مع منتخبات مصنفة زيك عشان تنافس معهم التصنيف مهم ليه التصنيف مهم عشان لما تيجي تلعب مثلا في تصفيات كاس أمم أفريقيا تلاقي منتخبات تصنيفها قليل بالعكس لو انت برا التصنيف هتصطدم بمنتخبات قوية مثل ما حدث قبل كده يعني وده يمكن كنا برا التصنيف رجعنا لقينا لعبنا تونس محقناش المرجو منه في المباراتين فللأسف كنا ودعنا كمان كاس أمم أفريقيا ومصعد نوش تاريخ مصر في الكرة النسائية ايه الكرة النسائية بدأت في مصر عام 98 ويمكن فيه كمان من فرقة طريفة الناس كتير متعرفوش ان المنتخب في مصر ابنى قبل الدوري يعني احنا عملنا منتخب مصر وبعد كده عملنا بطولة دوري الكرة في مصر عندنا وادي دجلة ده طبعا البطل التاريخي لها هنتكلم بقى شوية عن المنتخب احنا النهاردة في المنتخب الفترة الأخيرة دي او يمكن تحديدا دلوقتي هو في بيروت بيبتدوا دلوقتي يجهزوا انهم يرجعوا لقاهرة بعد ما خاضوا مباراتين قدام منتخب لبنان الحمد لله كن حققنا فيه فوزين المباراتين بنتيجة اتنين واحد منتخب مصر الفترة الأخيرة ابتدى يتحسن شوية او يبقى موجود على الطريق الصحيح الناس باقي بتشوف منتخب مصر يعني انه النهاردة فرحنين ومبسوطين ان احنا بنقول اه لو منتخب الشباب اخفق لأ احنا عندنا منتخب كورنسائية ماشي كويس وبيكسب ناس كتير جدا شايفين ان موضوع الكورنسائية ده مش مهم لكن بالعكس النهاردة لما تيجي ببص اممكن على سبيل المثال مثلا اممكن كان فيه اتنين لعابة مصريين بيخدوا معاشا في نورشلاند من قرأي عندنا صارة عصام كابتال عفستوك سيتي عندنا حاليا دلوقتي صارة اسماعيل لسه منتقلة من برشلونة لصارة كوستا ناس كتير ما تعرفش ده الكورنسائية في مصر اممكن دايما انا بحب اقول ده او ده لازم الناس برضو بتعرفوا الكورنسائية في مصر تنقسم الى عصرين عصر ما قبل حديث الرئيس عبدالفتاح السيسي كان فخامة الرئيس اتكلم عن اهمية وجود منتخب سيدات في 2019 فيما بعد ده ابتدنا نشوف الكورنسائية وابتدأت تاخد حيث كبير جدا من الناس كلها النهاردة بتشوفها بيرامد اذا النهاردة عنده فرق كورنسائية الجنة عنده فرق كورنسائية نادي ودي دجلة موجود فرق توت عن خامون ومستقبلا الموسم الجديد او السيزون الجديد طبعا انت عارف ان من شروط الاتحاد الافريكي ان انت لازم يكون عندك انديت كورنسائية سواء الاهلي او الزمالك عشان تقدر تشارك في البطلات الافريقية او تحصل على رخصة الاندال محترفة اه كمل كمل يا حدي الموسم الجاي دي اخر حاجة اللي انا عايز اشير اليها ان النادي الاهلي بصدد انه هو يعمل كورنسائية للسيزون الجاي ايه دي معنوه مهمة هيعمل سيزون الجاي هيعمل خلاص هو النادي الاهلي بدأ النهاردة عنده اكاديميات عنده ثلاث فروع للاكاديميات مدينة نصر وعنده الشيخ زايد وعنده جزيرة دول ثلاث فروع للاكاديميات الكورنسائية سيزون الجديد الاهلي هيبتدي يشترك فيه بطولة النشاءات تحت 17 سنة ويمكن فيه مفاوضات جارية الان او حاليا يعني ان الاهلي يستحوذ على فرقة من اللي موجودين في بطولة الدور العام تلعب للموسم الجديد باسمه مسلمة حالسة يعني معبرها منذ السنة دي ممتاز جدا طيب كيف ترحبت حولك ديك تجربة عظيمة فيه الولايات المتحدة الامريكية واشتغلت على الكورنسائية فيه الولايات المتحدة الامريكية احنا هنا بقى عندنا اهتمام حولك لامس اهتمام من اولاية الامور ولمس اهتمام من البنات انهم عايزين يلعبوا كورة او لا زي زمان زمان كان الاولاية الامور ده هيقولك بنتي بش تلعب كورة هتلعب اي رياضة تالية بس بش تلعب كورة البنات نفسها مبقاش مهتمة بالكورة انت حالك لامس ده 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 الوقت في مصر انه بقى فيه اهتمام من اولاية الامور وانه بناتهم يلعبوا كروة قدم فيه فيه اهتمام كبير وحتلاقي فيه اكاديميات خاصة بطيرة فيها بنات هي المشكلة ان الاهتمام مش موجود من الاندية الكبيرة او الاندية الجماهرية لانه مفيش دعم مادي ومحتاجين ملاعب محتاجين مدربين محتاجين حقيقة كتيرة عندنا الحقيقة يعني توت اهتمام غير عادي يعني جبنا لعيبة محترفة اه جبنا لعيبة من امريكا بتلعب معانا مصرية بتلعب معانا اه جبنا مجموعة لعيبة كويسين جدا اه الحقيقة مستر محمد وصفي العضو المنتدب طبعا ورئيس مجلس ادارة توت والي هو المسؤول عن رايت تو دريم في مصر شخصيات المحترمة بيتفرج بيتفرج على كل مباراة بالنسبانه والحقيقة يعني هو بنفسه حتى بيقول انا مرتبط شخصيا بفريق الكرة النسائية ونفسه اشوف يعني احنا عندنا بلان ان احنا في خلال سبع سنين اه ان شاء الله بإذن الله ممكن نبقى ابطال افريقية هايل هسألك الحتة ادارية في هذا الصدر ادارية وممكن ما تبقاش فنية اوه بس ادارية لما اجي ان بصرف او بستسمر في فريق كرة النسائية بصرف طبعا هؤلاء الوقت بيصرف هو ما بيكسبش حاجة من الفريق طبعا هل بيبقى فيه خطة انه ازاي يقدر اكسب بالفريق دوت ملايين ولا من الصعب انك تكسب فيه ملايين في بطولات افريقية او بطولات عربية وانت هتدلط طويل وقت تدعم ملايين فقط هو ده صناع وبعدين لازم ان يكون فيه جزء خاص بالاستثمار للمدى الطويل اللي بيتعامل في الرايتو دريم هو استثمار للمدى الطويل سواء للاولاد او للبنات او للرجال او للسيدات مش الهدف المكسب حتى يعني مستر محمد وصفي ومجموعة منصور بيقولي حتى لو دخل دخل الدخل هيرجع تاني للاستثمار الرياضي جوة مصر للفرق والشباب والولاد اللي بتطلع لان هو ده الهدف الحقيقي من ان احنا نعمل حاجة بالشكل ده فهو المفروض ان يكون فيه هدف ويكون فيه هدف للمدى القصير وهدف للمدى الطويل يعني احنا السنة دي بنبني فرق مش الهدف ان احنا ناخد بطول لما بتجي تلاقي المسؤولين بيعود يتفرجوا مفيش حد بي يعني كمان الادارة الرياضية مهمة جدا انا هتفرج طبعا على الجزء الاولاني من المقدمة بتاعتك وعلى يعني انا مبسوط جدا من انك انت بتحاول مش بتدور على المشكلة انت بتدور على الحل مظبوط الحاجة اللي يعني عايزين نحلق الحل في مصر الادارة الرياضية والادارة الرياضية في مصر مش خبرة لعب فقط خبرة اللعب كويسة جدا بس لازم ان يبقى فيه تأهيل علمي بنشوف ده في الناس اللي مسكة توت دلوقتي مستر محمد وصفي والمجموعة اللي مسكة ام ام عندهم خبرة كويسة بالكورة بس دارسين اكتر ايو ادارة وبالتالي وبالتالي الناس متفاهمة انا ما جاليش مرة وقال لي البنت دي بتلعب ليه والبنت دي بتلعبش ليه ما جاليش مرة في التمرين الولاد وقال لي احنا بنعمل ده ليه ما بنعملش ده ليه وبيجينا كل تلات شهور حد من الدنمارك يتفرج على التمرين يتفرج على البرامج ويبتدي يتكلموا معنا لو في حاجة عايزين نعملها لو في حاجة عايزين نطورها فهو ده الفكر مينفعش مفيش عندنا فكر ان احنا نكسب في سن 13 او 14 سنة نقطة مهم اه مهمة جدا فيه سيستم ايوة فيه فيه حاجة بنسميها مايكرو سايكل بتشتغل 6 اسابيع على بنية الهجمة من تحت وازاي الولاد الحارس المرمى والمدافعين ونص الملعب ازاي ننقل الكرة من حارس المرمى الحاجات اللي نقصونا في مصر لان احنا عندنا مشكلة في مصر ان اللعبة كله مباشر وده ما كانش لعبة المصريين صح صح انا معرفش ايه اللي تغير في الطاعات الناشئين ايوة خلى مفيش حارس يعرف يشتغل برجليه مفيش مدافع يقدر يبنيها اللي تغير في قطاعات الناشئين انا كنت بقوله من شغل حلاك سمعته دوت اه بس ده لازم يرجع بالزبط انه الحلاك بتقوله دوت وانت حلاك بتقوله انا مبتسم ابتسامة عريضة جدا وشوقتيني اروح الاكديمية نفسها شوف الشغل بيبقى عامل ازاي عشان هو ده اللي المفروض يبقى بكل الاندية وكل الكطاعات الناشئين في مصر مايبقاش حالات استثنائية يعني المفروض ده للناس كلها تشتغل عليه انه يبقى فيه ادارة وفيه شغل مع الاجهزة الفنية طيب حاتم منتخبنا الوطني اللي ليه كرة السيدات اللي عنده جاي ايه اللي جاي ايه حاليا منتخب مصر يعني النهاردة منتخب مصر كان بيلعب ماتشين في الفيفا دي اللي هو توقف الدولة عشان تحسين التصنيف تحسين التصنيف الفترة اللي جاية منتخب مصر عنده برضو توقف دولة في شهر اربعة فيما بعد بقى في نهاية العام ده عنده تصفيات امم افريقيا ودي ممكن للأسف ما كناش تأهن لها النسخة المادية اللي اكمت في المغرب وطوك بيها جنوب افريقيا وصعد من خلالها الى كاس العالم منتخب مصر صعد كاس امم افريقيا مرتين المرة الاولانية كانت 98 ودي اكمت في نجاريا والمرة التانية في 2016 وده كانت اكمت بالكامر ممكن الفرق بينهم او المفارقة بينهم انتخب الاول برضو مصعد شكاس عالم غير مرات معدودة عايز اتكلم بس من اخر يعني عايز اتكلم الكرة النسائية في الاخر نهارده الكرة النسائية في الاخر مصر نهارده عندنا بسم الله ما شاء الله يعني حد سؤال حرج لعيبة في كل دوريات العالم دور السعود عندنا لعيبة مصرين دور الامريكا عندنا دور الاسباني عندنا دور فرنسا عندنا في كل العالم عندنا لعيبة مصرين النهارده الكرة النسائية في مصر ناس كتير أو ما تعرفش ده وأنا حبيب وجودي معك النهاردة كريم عشان أقول للنزل عندنا كرة نسائية عندنا دور درجة أولى عندنا دور درجة تانية عندنا دور درجة تالتة وعندنا كمان بطولة نشيئات موريد 2005 عندنا منتخب أول عندنا منتخب 20 سنة عندنا منتخب تحت 17 سنة وعندنا منتخب مصر كرة الصلاة وممكن ناس كتير ما تعرفش ده يمكن كمان قبل ما نيجي أو من ساعات قليلة أجريت كرة بطولة شمال أفريقيا لمنتخبات الكورنسية تحت 20 سنة ودي منتخب مصر هيشارك فيها تحت 20 سنة بقادة كابتن عبد الفتاح عباس في الفترة من 13 ل18 مارس الجاي في تونس هيشارك مع منتخب مصر منتخب المغرب منتخب الجزائر ومنتخب تونس منتخب مصر هيبدأ بمنتخب تونس يوم 14 مارس وهيلعب منتخب الجزائر 16 مارس وهيلعب منتخب المغرب يوم 18 مارس اللي جايين دول ممتاز ممتاز طيب كابتن رحمد ليه عندنا لعبات كتير بيطلعوا للاحترفة دي حالة كويسة طبعا بس هل الإجابة بسبب ان هم عايزين أو الأندية ساعدتهم من هم يطلعوا في أوروبا ولا مش شايفين ان فيه اهتمام من الأندية في مصر هنا فبيطلعوا لأوروبا هو فيه شقين الشق خاص اللي هم افتتاح الدور السعودي السنة دي وده أخذ لعبة كتير جدا من الدور المصري وفيه لعبة اللي هم بيطلعوا لأوروبا أو لأمريكا للدراسة ولا طبعا الهدف بيبقى طموح يعني انا لو انا شايف ان الدوري هو ده أقصى طموح الدوري المصري لازم برضو يعني قدامه 3-4 سنين عشان يبقى فيه تنافس قوي جدا ويبقى فيه كمان عائد مادي كويس للعبات بدوا يطلعوا للسعودية لأن فيه عائد مدي أفضل من اللي موجود فيه اهتمام أكتر الملاعب أفضل السيستم اللي محطوط طيب لما يبقى فيه عندياجة مهلاية بقى بتلعب فيه الدوري المصري للكورن النسائي هنا من شأنه ان الدوري ده قيمته بتاعلى قيمته التسويقية تاعلى المقابل المادي اللي بيخش للعبات بيعلى ولا هنفضل في نفس الأمور لا طبعا بيزيد طبعا جدا 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 يعني هيبقى فيه اهتمام غير عادي من الإعلام ومن الميديا والمباريات لازم أن تتزاع فيش مباريات للدوري كورن النسائي بتتزاع ما فيش قطاعات ناشئية فيه بس موليد 2005 فقط فده ممكن تلاقي في موليد 2005 بنت موليد 2010 تلاقي لكن لو انت فيه تدرق طبيعي زي ما فيه للأولاد للشباب للبنات وبعدين النقطة دي مهمة جدا حتة الرياضة للبنت أولا كرة القدم هي يعني الرياضة رائعة وما فيش فرق بين الولد والبنت بالعكس يعني مهمة جدا للبنت في مرحلة البلوغ لأن البنت بتبقى مركزة في الرياضة وفي المدرسة وفي البيت فما فيش وقت أساسا يضيع في أي حاجة تاني بالإضافة أنه بيديها هدف للمستقبل صحتها بتبقى كويسة بعد كده كمان بتبقى ليدر كويس في بيتها لولادها وتقدر توجه برضو لولادها بمناسبة الحراك قلت ده في تفصيلة كده كنت دايما بشوفها في منتخبات أو فرق المصرية في الكرة النسائية لما منيجي نواجه منتخبات أفريقية أو فرق أفريقية وبالمناسبة هي تشبه الرجال أيضا مش بس السيدات إنه فرق الأجسام والكوة الجسمانية مرعبة في فرق كبير جدا على فكرة ده بالمناسبة ينطبق على الرجال حتى منتخبات أفريقية بس داي إزاي بيقدر نعوضه بقى من الناشئ وحراك بتشتغل دلوقتي في مكان بيهتم بالناشئ إزاي نتعامل معه هيبقى قوة اللاعب المصري في زكاؤه وفي التالنت وفي مهارته بالإضافة لإنك أنت بتوفر له التغذية بقى في السن الصغير لازما الحاجات الصغيرة المهمة قوي التعليم وده مهم جدا التغذية وإلى هو اللايف ستاير يكونيش مساية بالزبط التلاتة دول مع بعض حيخلق لك مناخ يعني الولد بينام الساعة عشر أو البنت بتنام الساعة عشر الساعة عشر صح بتروح مدرستها بترجع عارفة الأكل اللي بتاكله إيه صحي الأكل اللي أنا حاكله التمرين بقى الاستمرارية التمريد مصر برضو فيها حاجة فيها مشكلة إن التمرين يعني تمرين في الأسبوع إحنا عندنا بنمرة خمس مرات في الأسبوع فالتمرين خمس مرات في الأسبوع ده بيدي بيدي لياقة بدنية عالية تطش للكورة أكتر يزود الممارسة أكتر التركيز في اللعبة أكتر مشاهدة المباريات بشكل خاصة الدوريات العالمية دي مهمة جدا الحاجات دي كلها لما تتجمع مع بعض مع المساندة من القه ومن الأندية بنبتدي نخلق لعيب بمواصفات تصلح لأنه هو زي صلاح زي النهاردة أنني بيكمل عقد لعشرين اربعة وعشرين صح وهو وهو أقدم لاعب النهاردة في أرسنال صح ده عشان شخصيته مصبوط وعشان التزامه صح وعشان أخلاقه صحيح وعشان أسلوب تدريبه صحيح وعشان وعشان هو نموذج محترم جدا جدا صح للمكافح صح اللي بيوصل لأقصى حاجة ممكن يوصل الله في في الكارير هاي طيب حتم الموسم اللي جاي في الدوري المصري ممكن نشوف أهلي وزمالك واسماعيلي ومصري ولا الكلام ده لسه محتاج شوية وقت أما كلام عن الأندية الكبيرة الجماهيرية حاليا النادي الإسماعيلي عنده أكاديمية للكرة القدم السيزون الجاي الإسماعيلي هيبتدي يشارك بس يشارك للناشئات تحت 17 سنة لكن النادي الأهلي خلاص هو هو قريدي خلاص بقى جاهز إنه هو بس الفترة الأخيرة دي زي ما أنا قلت لك يا كريم هو في مفاوضات جارية مع بعض الأندية إنه هو عايز يجيب بدل ما لسه هيعمل فرقة عنده من الأكاديمية فهو عايز يجيب فرقة جاهزة طبعا النادي الأهلي عشان يشارك في بطولة الدوري لازم يكون عنده فرقة كويسة يقدر ينفس بيها مش هيشارك لمجرد إنه هو بس هيشارك ونفس الحال ينطبق على الزمالك ويمكن برامز السنة دي بدأ يشترك أو بدأ يلعب في دور الكورونسائية بسبب رخصة الأندية المحترفة ممكن أنت طبعا عارف إن الكاف ألزم الأندية من السيزون الجاية أو من نسخة 20-23 إنه لابد يكون عندك فرقة كورونسائية وده نفس الحال اللي هو في يوتشر في يوتشر السنة دي عمل فرقة كورونسائية وماشي في المسابقة كويس يعني هو بيحتل المركز الرابع في الدوري الممتاز برامز بيحتل المركز السادس السنة الجاية هنشوف دور مختلف هنشوف دور مختلف ليه يمكن دايما كانت الناس تقول إنه أندية الكورونسائية فقيرة فيه أندية فقيرة وفيه أندية غنية وفيه اندازة استثمارية دلوقتي النهاردة بقت كرة القدم نسئة صنوعة زيه زي الرجال وبنشوف النهاردة يمكن فيه يعني عقود مهولة وفيه فلوس كتير عايز اقولك على حاجة تانية برضو كيمكن من سنتين تلاتة كانت اللعيبة لسه بتاخد سبعمائة وثمائة 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 وانا عارب كراء كمان لعيبة فيها ما بتاخدش فلوس اصلي ولسه كنت اقولك وحتى النهاردة فيه فيه لعيبة كمان بتلعب في اندية بيدفع مقابل ان هو بيلعب في اكاديمية الاندية الاكاديميات لكن شكل السيزون الموسمي الجاي هيبقى مختلف فيه رعاء خبطوا على الباب فيه رعاء خبطوا على الباب بس الاندية معينة يعني الاندية بتقدر تجلب رعاء منهم طبعا مش هنقول اسمال انداش مبقاش اعلان ليهم لكن فيه فيه اندية هم حاليا يحملوا احدى الشركات الهواتف المحمولة على الشعار على السدر وده موجود ويمكن الفترة الاخيرة ابتدى بقى اللي عنه سبونسرد عايز يجيب سبونسرد طبعا يمكن الاندية اشتكت الفترة الاخيرة انه ما فيش دعم من اتحاد الكورا في نفس الوقت كمان الاندية بتقول اتحاد الكورا بياخد دعم من الاتحاد الدولي قدره 250 الف دولار للكورانيسي احنا ما بناخدش منه في نفس الصدد الاتحاد الكورا نفسه بيفكر السيزون الجاي وده يمكن معلومة مش كلام مرسل يعني انه هو يعمل دور المحترفين بس يعمل دور المحترفين بشكل جديد او بطريقة جديدة ازاي يقنن الاوضاع بالنسبة ليه المحترفين يمكن كابتون احمد عارف ده كويس ان معظم اللعيبة اللي سفروا الاحتراف في السعودية مكانش لهم عقود كانوا لهم استمارات هوا فبالتالي انه هما مشوا فالاندية قررت انها تشكوهم لاتحاد الكورا انه هو هارب اصلا من عندي من النادي ومحترفش فالتحاد الكورا بصدد ان هو السيزون الجديد يطبق ده هيعمل ايه ان الاندية كلها تعمل عقود للعيبة بتاعتها لكن هل ده هيتكبد كتير جدا الخزائم بتاعت الاندية النهاردة عشان مثلا انا نادي عندي 25 لعيبة فانا عايز اسجلهم او اعمل لهم عقود هل النسبة وتناسب طبعا العقود فهدفع مبالغ طائلة فكان الاندية بتطالب اتحاد الكورا انه هو يتحمل معهم نسب من العقود واتحاد الكورا او متمثلا في الدكتورة دينا رفاع قلت لهم ان احنا هنقعد ونشوف الموضوع ده هيتحل ازاي او هيتعمل ازاي لكن الفترة اللي جاية انا شاف ان دور الكورا سيبقى مختلف تماما عشان اللي احنا شايفينه ده حالة الاهتمام سواء الاعلامي او الجماهيري او الشارع حتى اللعيبة دلوقتي بقوا حابين يلعبوا ده الاول ما كانوش بالعبوا ده كانوا خايفين من التنمر ومضايقات لكن دلوقتي الناس كلها تقبلت يمكن كاس العالم اللي احنا شفناه الاخير او دور ابطال اوروبا للسيدات او بطولة اليورو بتشوف حضور جماهيري رهيب ما بحصارش اصف كوراة رجال انا شخصيا بس الدور يسخن شوية ويبقى عندنا منتخب حلو قتليني في المدرجات حاتم شرفت ونورتك انا اتشرفتك كريم وموضوع ان انا كنت معك سعيد جدا كابتن احمد كان خطوة عزيزة جدا انا اتشرفت جدا انا بشكرك شكرا جزيلا ده كان ختام لقاءنا عن الكرة النسائية وهي حاجة مهمة جدا مهمة جدا خليكم فاكرين من بعد اللي مش بعد اللي قد اقصد يعني من دلوقتي يعني لسنة او سنتين جايين تلاقي تطور عظيم جدا في الكرة النسائية توجه دولة ده قرار دولة ده ان الدولة عايزة كده ومش بس الدولة عايزة احنا كمان عايزين كده كرة النسائية في كل العالم تطور جدا واحنا كنا متأخرين شوية المهم ان احنا بدأنا ناخد خطوات وده الاهم احنا لسا مكملين مع حضراتكم بعد الفاصل محمد داود وابراهيم جاد نتكلم معاهم شوية عن مواجهتين الزمالك مع التراجي وايضا الاهلي مع سانداون زيوم السبت القادم ان شاء الله هيقولونا ايه اللي نخاف منه او نقلق منه من التراجي وسانداون وازاي نستغل نقاط ضعفهم باذن الله عشان الزمالك والاهلي حقاوا فوز مهم جدا فيه ده ويعطال الافرخة بعد هذا الفاصل خليكم معنا اشتركوا في القناة